بصوا مفيش أصعب على أي حد في الكون إنه يبقى طالع يتكلم عن خسارك منتخب بلده بطاقة تقاهل للمنديال فيش أصعب من كده يعني لوحد النهاردة وحاط السيناريوهات جاي النهاردة وهيحتفل وهيقول إيه وهنغني وهننبسط وهنعمل كل ده الصدمة بتبقى وحشة الوجع بيبقى وحش فأنا مش هبقى اللي هو إيه اللي بصير لك يعني صيغة تخليك النهاردة مبسوط مثلا أو تهديك شوية لأ أنا فاهم هي كورة وإحنا حبنا للكورة ده تمنه أنت بتفرح كتير وبتزعل قوي بتفرح قوي وبتزعل قوي هي ده أو هي دي فكرة الكورة فكرة الرياضة بتكسب وبتخسر فالخسارة موجعة والمكسب بيبقى مفرح النهاردة الخسارة موجعة أنا فاهم ومتفاهم جدا إنه ما فيش أي كلام ممكن يهدي أي حد دلوقتي أصلي بلدنا منتخب بلدنا لما يخسر هو كان قريب أوي وهو كان على الخط خلاص وهو شايف كاس العالم وإحنا مسافرين آخر السنة راحين نلعب في كاس العالم ونخسر مرة تانية بدربات الترجيح مرة تانية بدربات الحظ زي كاس الأقام الأفريقية من نفس المنتخب المنتخب السينياتي بس أنا بصراحة مش هاخد وقت كبير أتكلم على الأجواء اللي كانت النهاردة عشان بيجد بصراحة شديدة يعني لو تخيلت الأجواء دي اللحظة هتقول الله يكون فاقون لعبة منتخم مصر بس هقولك الأجواء دي بنشوفها كتير في الكارة الأفريقية خلاص حد في الأزايز والليزر والتجاوزات كل ده بنشوفه في ملعبنا كل ده بنشوف في ملعبنا الأفريقية كل ده بنشوفه مش جديد يعني مش هو ده سبب الخسارة مش هو ده سبب الخسارة وأنا لما بتكلم على الخسارة ما بتكلمش على خسارة النهاردة وأنا لو تفتكروا الأيام اللي فاتت دي كلها كنت بتكلم معاكم إنه تعاوني اتكلم بعد ما نخلص مشوارنا في تصفيات كاس العالم بلاش تقطيع بلاش جلد زياد بلاش كل شوية تعليم في نفسنا بس النهاردة المشوار خلص خلاص وإحنا المفروض نفكر في مشوار جديد والصح دلوقتي مني ومنك إن إحنا نشوف وكل واحد فينا يبدأ يقول رأيه بس رأيه العائل رأيه اللي ما فوش هدن يعني لو إحنا في كاس الأمم الأفريقية وفي تصفيات كاس العالم بما إننا وصلنا للمرحلة النهائية فيهم لتنين واخسرنا بضربات الترجيح ده معناه إن إحنا بنينا شوية بنينا شوية على جيل حضرتك وأنا وكل الناس كانوا شايفينه جيل ضعيف جيل مش قوي وصل النهاية كاس الأمم الأفريقية وخسر بضربات الترجيح وصل لآخر مرحلة في التصفيات النهائية لكاس العالم بيلعب أقوى منتخب في القارة وبيوصل معاه لضربات الترجيح خسرنا في النهاية خسرنا بس بنينا شوية حتى لو بنا قليل نقف على البنا ده ونكمل كفايانة هدم كفايانة هدم ما هو لو الهدم كان عمل حاجة قبل كده كنت هقولك يلا تعالى نهدم بس ما هو لما بنهدم ما بنكسبش بعد كده عشان اللي بييجي بيبنى بييجي يبدأ من الأول ولما بييي يبدأ من الأول يقولك أصلا كنت عايز وقت أصلا كنت مستلم حاجة محدودة فنبدأ من الأول بلاش نهد بلاش نهد في لعبينا اللي لعبوا برجولة برجولة في كاس الأمم الأفريقية ولعبوا برجولة جدا في التصويرات كأس العالم بس خلينا واقعيين منتخب السنغال أقوى كثيرا من منتخبنا المصري ولو أنت النهاردة بتحمل محمد صلاح الوحدة وحجيلكش كتير على محمد صلاح هنتكلم على محمد صلاح كتير بس كم واحد عندك بيلعب في الليفل اللي بيلعب فيه محمد صلاح في أوروبا كم واحد ولا واحد هتقول إيلا إحنا عندنا محترفين هايلين تريزيجيه النهاردة لعب مطش كبير أو الشوت الأول بس تريزيجيه لما رجع من الإصابة أس من بيلة رح أعاره في الدورة التركية مصطفى محمد في جلد الصراي ما بيلعبش أساسي طول الوقت مرموشه لسه بادي مين مين محترفينك غير محمد صلاح